السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم توقعاتنا ليوم الأربعاء 17 كانون الثاني يناير القمر اليوم موجود في برج الحمل ورح يظل موجود في برج الحمل لغاية الساعة 18 دقيقة من صباح يوم الخميس لينتقل بعديها لبرج الثور القمر الآن موجود في منزلة الشرطين وهي منزل جيد لكل ما يخص النساء وغير ذلك فهي سيئة جدا ومن الأفضل عدم البدء بأي شيء جديد جيد لعلاج الأسنان والعمليات الصغرى وتقليم الأظافر وقص الشعر رح يظل القمر موجود في هاي المنزل لغاية الساعة 22 دقيقة من صباح اليوم الأربعاء بتوقيت جرينتش لا ينتقل القمر بعدها لمنزلة البطين وهي منزلة جيدة لتهدئة النفوس والإصلاح والبدء بكل شيء جديد القمر الآن بما أنه موجود في برج الحمل معناته خلال هذا اليوم منشعر بأن أكثر نشاط في العمل وأكثر تصميما وأكثر استقلالية ممكن نبدأ بمشاريع جديدة ولكن من المرجح أن تكون أفعالنا متسرعة أو متهورة علينا أن نكون حذرين على الطريق أكثر أثناء الحركة وأوقيات السيارات منلاحظ أيضا أنه خلال هذا الوقت منفقد صبرنا في تعاملاتنا مع الآخرين وهذا الشيء ممكن يؤدي فينا على بعض المشاكل والحجج الغير ضرورية منفقد دبلوماسيتنا وبتسيطر علينا العصبية وفرض الرأي والتحكم بالغير دائما لما يكون القمر موجود في برج الحمل يوصى بإجراء فحص للعيون إذا استدعى الأمر لذلك وتعديل تسريحة الشعر أو إقامة حفل ما بالنسبة للزوايا الفلكية طبعا اليوم ما في غير زاوية وحيدة وهي زاوية التثليث إيجابية رح تكون بين القمر وبين الزهرة هاي الزاوية رح تكون ذروتها ساعة ثمانية وواحد وعشرين دقيقة مساء بتوقيت جرينتش يعني هاي الزاوية بتأجج العاطف اتجاه الجنس الآخر بالتالي مننجح بتعزيز العلاقة معهم تعطي دفع للعاملين في المجال الفني والتجميلي والديكور فبيتحسن عطاهم وإبداعهم بتزيد من خيالنا وحبنا ومودتنا وتفاؤلنا وبتسمح لنا أن نعيش أوقات ممتعة جدا بالنسبة للأعضاء اللي في جسمنا الأكثر حساسية خلال هذا اليوم واللي لازم نوفر لها العناية الإضافية عنا الرأس والأسنان واللسان والعضلات المخططة والقضيب والمرارة والشرين والدم هذه الأعضاء هي الأكثر حساسية واللي ما لازم أن نعمل لها عمليات جراحية كبرى ولكن عمليات صغرى أو مراجعة طبيب إذا شعرنا بشيء غير اعتيادي ما في أي مشاكل يوصى هذا اليوم بإجراء العمليات الجراحية لباقي أعضاء الجسم اللي ما ذكرناها مناسب لعمليات التجميل مثل الحقن والجراحة لا يصلح لإزالة الشعر الزائد يصلح لقص الشعر التجميلي والصبغ ويصلح أيضا للقص العلاجي بما أن القمر موجود في برج الحمل خلو المسار القادم رح يكون يوم الغد الخميس بيبدأ الساعة 8 ودقيقتين صباحا وبيستمر لغاية الساعة 8 و11 دقيقة صباحا لينتقر القمر بعدها لبرج الثور بالنسبة لعمر القمر عمر القمر انحسار المربع عمره 6 أيام في تمام الساعة 8 و9 دقائق صباحا بصير 7 أيام نسبة الإضاءة 47% أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الجدي حتى يوم 21 سعيد الآن بنسبة 60% ساعات الظهر سعيد بنسبة 30% ساعات المساء سعيد بنسبة 10% القمر في الحمل حتى يوم الغد 18-1 منتحس الآن بنسبة 10% ساعات الفجر سعيد بنسبة 15% ساعات الصباح سعيد بنسبة 45% وطيلة النهار بنفس النسبة عطارد في الجدي حتى يوم 5-2 سعيد بنسبة 15% الزهرة في القوس حتى يوم 23-1 منتحس بنسبة 10% المريخ في الجدي حتى يوم 13-2 سعيد بنسبة 60% المشتري في الثور حتى يوم 25-5 سعيد بنسبة 30% زحل في الحوت حتى يوم 29-6 سعيد بنسبة 15% قرانوس في الثورة بيتراجع حتى يوم 27-1 منتحس بنسبة 10% نبتن في الحوت حتى يوم 2-7 سعيد بنسبة 15% وبلوتوف الجدي حتى يوم 2-5 سعيد بنسبة 15% وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بالنسبة لموليد برج الحمل طبعا اليوم ثقتكم بأنفسكم كبيرة وبعمكم النشاط وبإمكانكم تسيطروا على زمام الأمور وبتنجحوا بالدفع بمصالحكم فترة إيجابية حاولوا أنك وتستغلوها طبعا الأضواء مسلطة عليك وعلى الدعم الخارجي وبعض الاهتمامات المالية أو الاهتمام بمسائل تتعلق بالقروض والديون وهاي يعني تحمل لك اليوم يا صفحة جديدة يا قرار جديد برج الثور بالنسبة لموليد برج الثور طبعا هذا اليوم يطلب منكم عدم المبالغة في مجهودكم الجسماني لأن القمر موجود في بيت المتاعب ضعوا سلم الأولويات للعمل الضروري والعاجل وانتبهوا لغذائكم وراحتكم وكونوا صبورين إما أن تشعر بالراحة والهدوء الكامل أو الهدوء التام برج الجوزاء بالنسبة لموليد برج الجوزاء اليوم بتنشطوا اجتماعيا وبتلتقوا الأصدقاء منكم أشخاص اليوم ممكن يشاركوا في حفلة أو مناسبة سعيدة وبتفرحوا بدعم من جهاماه قدم حلول معتدلة كي تحظى بتحالف جيد اليوم رح يحمل لك كثير من المزايع المستوى الاجتماعي ومستوى علاقاتك وممكن يكون فيه مناسبة أو يكون فيه فرحة بسبب ما برج السرطان بالنسبة لموليد برج السرطان بتظل الفرصة متاحة للأشخاص الي بيبحثوا عن عمل واللي بيعملوا بينجحوا بإثبات جدارتهم للمسؤولين وبإمكانكم تحافظوا على إنجازاتكم القائمة عشان هيك حاول أنك تنظم وقتك واحترم المواعيد لأنها هاي الفترة بتطلب الدقة والمتابعة عشان هيك بدك تحضر بشكل جيد لكل الأمور وما ترتجل برج الأسد بالنسبة لموليد برج الأسد اليوم بتنشطوا في أمور تتعلق بسفر أو اتصال بعيد أو علاقة مع الأجانب أو أشخاص خارج البلاد وهذا اليوم مناسب لا اجتياز امتحان أو إجراء مقابلة وهي فترة جيدة لخوض تجربة جديدة كما إنها فترة مناسبة للانفتاح على محيط مختلف أو ثقافة جديدة أو مجال جديد يعتبر هذا اليوم من أجمل أيام الشهر برج العذراء بالنسبة لموليد برج العذراء بتظل الأمور المالية بتشغل فكركم والفرصة متاحة لمكسب إلو صلة بشراكة أو تعويض ممكن تسعد اليوم بقيامك بتسوية أو الموافقة على تسوية مالية أو مع أحد الجهات أو تحل مسألة مالية أهمش أنك ما تفرض رأيك ولا تكون عنيد وما تهمل أوراق الثبوتية وعدم حملها برج الميزان بالنسبة لموليد برج الميزان اليوم بترغبوا في تدعيم شراكاتكم سواء المالية أو العاطفية ويوم مناسب للقيام بعمل بالطلب تعاون من طرف ثاني ولكن يجب تجنب الانتقاد وتوجيه الملاحظات وحاذر المواجهات الكلامية وحاذر من مخالفة التعليمات والقوانين أيضا برج العقرب بالنسبة لموليد برج العقرب أنجزوا ما تراكم لديكم من عمل وابتجدوا اليوم تعاون من الزملاء نظموا جدوى الغذاءكم وخذوا قسط من الراحة من حين لآخر هذه فترة مهمة جدا بالرغم من بعض التوتر السائد حاذر من النزاعات والتذمر والتمرد وما تغامر بموقعك برج القوس بالنسبة لموليد برج القوس اليوم بتزداد رغبتكم في التقرب من أحباكم وتعزيز العلاقة معهم وبتكون اليوم الحظوظ قوية والعواطف قوية وعندك رغبة لممارسة هواية أو أمور فنية أو تجميلية كما أن هذا اليوم يعني يعتبر من الأيام المناسبة لاجتماعات مهنية أو عائلية أو لتلطيف الأجواء برج الجدي بالنسبة لموليد برج الجدي اليوم التركيز على أمور تتعلق بالبيت والعائلة فبترغبوا في إدخال تعديل على مسكنكم والتفاهم مع أفراد العائلة ممكن اليوم تقدم على خطوة جريئة أو تظهر بعض المسائل المهمة التي تحتاج منك لحوار ممكن يكون في بعض الأعطال المنزلية أو الاهتمام بالأمور العقارية والأمور البيتية هي اللي رح تكون طاغية على كل الأحداث فعشان هيك ما تهملها برج الدلو بالنسبة لموليد برج الدلو طبعا اليوم بتنشطوا في مجال السفر والاتصالات ومنكم أشخاص اليوم ممكن ينطلق بمرحلة مهنية للترويج لمشاريع بنجاح ويعتبر هذا اليوم مناسب لاجتياز امتحان أو مقابلة أو حوار أو نقاش أو حتى تسويق لسلعة معينة ممكن اليوم معنى بعض موليد برج الدلو يتقدم أحدهم لمساعدتك أو للتعاون معاك فعشان هيك حاول أنك تكسب هاي العلاقات برج الحوت بالنسبة لموليد برج الحوت طبعا بتظل الفرصة متاحة لمكسب مالي وهذا المكسب عادة بيجي من عمل إضافي ومنكم أشخاص ممكن يسترد مال بيعود له أو ممكن يحصل على هدية أهمش أنك ما تضيع الفرص واضف طاقتك الذهنية والفكرية والبناءة لوضع حد للتساؤلات وناقش بوضوح واتجنب الالتباسات هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر